دون مساعي الإدارة الأمريكية الجديدة لتطوير ترسانة البلاد النووية أجرى البنتاجون الاختبار الثاني للنسخة الجديدة من القنبلة النووية التكتيكية B61-12 الاختبار جرى في منطقة تجارب في نيفادا حيث تم إطلاق قنبلة لم تجهز برأس نووي من مقاتلة من فئة F-15 كانت أقلعت من قاعدة نيلس الجوية هدف الاختبار تقييم تصميم وأداء النسخة الجديدة من هذه القنابل النووية الموجهة ومدى تكيف نظامها مع المقاتلات في الجو ما يميز طراز الجديد عن سابقه الزعانف القابلة للتوجيه ونظام الـ GPS ما يعني أنها تستطيع ضرب أهدافها بدقة أعلى وبهامش خطأ لا يتجاوز 30 متر البنتاجون سيستمر في اختبار هذه القنابل حتى نهاية عام 2019 ليبدأ بإنتاج الأعداد المحددة المطلوبة وسيتم نشر أول عدد من هذه القنابل عام 2020 في قواعد أمريكية في أوروبا لتحل بديلا عن النسخ القديمة من قنابل B61 تحديدا في قاعدتي جيدي وأفيانو الإيطاليتين ويتوقع أن تنشر فيهما ويتوقع أن ينشر فيهما نحو سبعين قنبلة من الطراز الجديد الذي سيبقى في الخدمة حتى عام 2050 ترجمة نانسي قنبلة من قنابل